نحن نتقل لأول ضيف معنا لنشوف شو وضع الدواء واستيراد الدواء نقيب مستوردي الأدوية جوزيف غريب صباح الخير أهلاً صباح النوم يعطيك العافية أهلاً يعافيكم خبرنا عن وضع الدواء أول شيء بكفينا لأدى بالبلد حلق بهذا الوقت الراهن نحن سيد الكريم إحنا سبق وصرحنا الوضع الدواء والمقزون الاستراتيجي تبع الدواء بشكل عام هو بحدود الـ 5 شهر نعم حتى نحكي عن موضوع مقزون استراتيجي قهabout المقزون الاستراتيجي نعم المقزون الأول هو المقزون الاحتياطي يعني شو هو حجم المقزون الموجود لدى المستوردين آآآ بطريقة إذا سألفي حادثة معينة لذلك هذا البقزون دون أنه يifically فيها استيراد نعم بقصون الموجود لدى المستوردين هو بحدود الـ 4 شهر والمخزون الموجود لتا المؤسسات السيدلانية إن كانت بستشبيات أو سيدليات هو بخدوط الشهر منشي هيك عم نقول أن المخزون العام هو بخدوط الخرص الشهر المكون الثاني هو قدشه الضوء حساس يعني الضوء ما له بديل الضوء اللي هو للأوراد المستعصية المسمنين أوراد سرطانية عبئات أولوية لهذه الأصلاف الموضوع الثاني هو خدوط الأمداد نحن الضرب الموجعة هي تصل في حسار على المريف لا مرحبا في حسار على المريف أخدوط الأمداد مأمنة وضع الدواء بوضع الدواء السليم بس كمان اقتلعنا على الموضوع وتواصلنا مع شركات لوجستية التي ندي أغرصة بالإمارات تنشوفوا معقولة نعمل بحاجة بصرف الحسار وتم الإنتساب مع هذه الشركات أن تتجمع البضائح بذلك كل المستوردين التي بدأت تنشحها التي تنشحها بطلبة واحدة نعم على أن على أن يتأمد قصوم خاصة وممارات آمنة عبر المنظمات الأممية نعم أجمالاً وأتركوا في شراعات وتهتام في الحكومة على طريق منظمات الأممية يعني وضعنا نحن هلأ فينا نقول عادة الوضع عادة وكمنا الشغلة الملفتة نعم هي أنه ما نحص تهيفط على الأدوية نعم يعني أجمالاً بالأزمة الاقتصادية ما بين الأزمة التسعة عشر إلى السنة وواحدة وعشرين كان يشير فيه انقطاع لأنه عملية الشحن كنت تتوقف نعم ولذلك حزن الأولى الأخيرة هو أنا تهيفط على الدواء يعني حركة حركة الصورة زي بحضور الخبس بالنية يعني هي معقولة جداً خيفه ينقطع يعني أنه يخزنوا الناس خاصةً الدواء الدايم ومش عم يكون فيك الزيب آه مش عم بيكون فهمت منك بالعكس آه كتير مني لأنه ما في قدرة شرائية يمكن وين واحد بيجيب مصهر ليش تري أدوية عسينة مثلاً هيدا يمكن عامل أساسي حتى إذا الواحد عم يشتري أدوية على شهر أو شهرين أو حكيت بيكون في حركة حركة ناستي يعني نحضر منكاري الشهر بالنسبة للشهر الأدوية حركة ناستي حركة ناستي حركة ناستي حركة ناستي بس بس أستاذ جوزاف أنواع نوعية الأدوية يعني صار في طلب على أنواع جديدة يتم استيرادة مثلاً مرتبطة بعمليات جراحية أو شيء أو لا بعدنا بنفس الهتار خلينا أزبادك نحضر النوع الأدوية اللي نتكلم عنها لأن النوع الأدوية اللي نتكلم عنها يتم تباصلنا الشقين الشق الأول هو الأدوية العادية ياللي هي للأوراق المستعصية الأوراق السلطنية ياللي هي على مدى على مدى ستين يتم استيرادة بشكل طبيعي نعم هو اللي عملناه كمانا هو مخصينا المخزون للأدوية التي تستعمل لمعالجة مصابي الحرب وهذا المخزون لك المستوردين هو أربعة شهر حتى المخزون بتصرف وزارة الصفة والمخزون أربعة شهر للأدوية التي تستعمل لك مصابي الحرب أربعة شهر لأخر الاعتبار الحركة العالية اللي هابدتم على هيدون الأصلاف بالأواني الأخيرة نعم نعم يعني الوضع مقبول بس سوري بالنسبة لارتفاع بعض الأدوية هيدا لشو يعود ارتفاع شو ارتفاع الأسعار مش مصرود مش مصرود ولا أي شكل للأشكيل يكون فيه ارتفاع السعر لأن السعر الدواء محدد من قبل وزارة الصفة يعني إذا بدك نظرية بيصير فيه تخسيل لبيع الدواء بفتراتين بسعر أكبر هذا بيكون مخيلة في الإمام لأنه عبير خيدي في الإمام يحيل إلى القضاء مين يحيله يحيله أنه كان وزارة الصفة عبر التفتيش للسعر نعم أم نقيبة السعر عبر الجهاز الرقابي اللي عندي نقيبة السعر نتيجة شكوى من مواطن نحنا بدنا نشكرك جوزيف غريب نقيب مصوردي الأدوية شكرا لك أهلا وسهلا فيك شكرا لك